موسيقى سلام الله على الجميع أول العلم الصمت والثاني الاستماع والثالث الحفظ والرابع العمل والخامس نشره سعيا إلى مرافقتكم وتكوينكم لاجتياز امتحان البكالوريا في أحسن الظروف وبطريقة مبسطة وميسرة ارتأينا تقديم هذه الملخصات التي من شأنها أن تساعدكم على هذا العمل بكل سهولة ويسر وكما يعلم الجميع فإن مادة اللغة العربية تقوم على أمرين اتنين الأمر الأول وهو محاول الأدب والنصوص والأمر الثاني يتعلق باللغة وحين أقول اللغة أعني بذلك قواعد اللغة والبلاغة والعروضة وتنفيذا لهذا المسعى نشرع اليوم في تقديم أول درس وموضوعه شعر المنفى عند شعراء المشرقي والمغرب وقد اتخذنا من قصيدة أحمد شوقي من وحي المنفى نموذجاً والتي من خلالها نتوقف عند الأهداف التالية أن تقف على مفهوم الحنين إلى الوطن والروح الوطنية أن تتعرف على علاقة الأدب بالسياسة أن تقف عند المعارضة الفنية وتتعرف إلى خصائص شعراء مطلع فجر النهضة وإليكم القصيدة يا نائح الطلح أشباه عوادينا نشجى رواديك أم نأسى روادينا ماذا تقص علينا غير أن يداً قصت جناحك جالت في حواشينا رمابنا البين أيكاً غير سامرنا أخاً غريبي وضلاً غير نادينا فإن يكون جنس يبنى الطلح فرقنا إن المصائب يجمعنا المصابين لكن مصر وإن أغضت على مقة عين على الخلض بالكافور تسقينا على جوالبها رفت تمائمنا وحول حافاتها قامت رواقينا بنا فلم نخل من روح يراوحنا من بر مصر وريحان يغادينا كأم موسى على اسم الله تكفلنا وباسمه ذهبت في اليم تلقينا لما ترقرق في دمع السماء دماً هاج البكاء فخضبنا الأرض باكينا فقف إلى النيل واهتف في خمائله وانزل كما نزل الطل الرياحين ناب الحنين إليكم في خواطرنا عن الدلال عليكم في أمانينا لو غاب كل عزيز عنه أيبتنا لم يأته الشوق إلا من نواحينا والآن ندعوك عزيز الطالب إلى تحليل القصيدة واكتشاف معطياتها ومناقشتها ونقدها ونستهل ذلك بأول سؤال وهو أن الشاعر استهل قصيدته بنداء قال في هذا النداء يا نائح الطلحي ما دللت هذا النداء ماذا يحمل هذا النداء يحمل هذا النداء معنى الفاجعة والألم والحصرة من يخاطب الشاعر بهذا النداء يخاطب الشاعر بهذا النداء المعتمد بن عباد وهو ملك إشبيليا وقد تذكره الشاعر بحكم المكاني ما الذي يجمع بين الشاعر وبين هذا الملك فقد يتساءل الطالب ويقول ما علاقة أحمد شوقي بهذا الملك والجواب بسيط مصيبتهما واحدة وهي النفي والإبعاد عن الوطن فالمعتمد بن عبادي أطيح به ونفي إلى المغرب النفي والإبعاد زاد من حرقة الشاعر وشدة شوقه إلى وطنه أذكر الأبيات الدلة على ذلك وهات الألفاظ الموحية بحالته النفسية هذه البيت السادس على جوانبها رفت تمائمنا وحول حافاتها قامت رواقينا البيت السابع بنا فلم نخل من روح يراوحنا من بر مصر وريحان يغادينا البيت التاسع لما ترقرق في دمع السماء دما هاج البكاء فخضبنا الأرض باكينا البيت الحادي عشر ناب الحنين إليكم في خواطرنا عن الدلال عليكم في أمانينا البيت الثاني عشر لو غاب كل عزيز عنه أيبتنا لم يأته الشوق إلا من نواحينا أما الألفاظ الموحية بحالته النفسية هذه فهي نشجى نأسى بنا يهمي مآقينا باكينا تناغمت القصيدة من حيث أصواتها وحروفها لتشكل بنية تترجم الجو النفسية للشاعري سمي هذه الظاهرة ومثل لها من النص تسمى هذه الظاهرة في الأدب والشعري بالموسيقى الداخلية وكما يعلم الطالب فالموسيقى نوعاني النوع الأول نسميه بالموسيقى الداخلية والآخر نسميه بالموسيقى الخارجية فالموسيقى الداخلية هي موسيقى تنشأ عن تناغم الألفاظ وانسجام الحروف وبعض سوى تآلف الصور البيانية وبعض المحسنات البديعية وقد نشأت في هذه القصيدة من خلال التصريع الوارد في مطلع القصيدة بالإضافة إلى حرف الروي النون المتصل بالمدة بما فيه من غنة محببة ونغمة حزينة وكل ذلك ساهم في هذا الإيقاع الحزين الذي طبع القصيدة من بدايتها إلى نهايتها الأغراض الشعرية ونعني بها تلك الأغراض التي ألفناها في الشعر العربي القديم من مذح ورثاء وفخر وهجاء الوحدة الموضوعية ونقصد بها أن يتناول الشاعر موضوعا واحدا وتكون الأبيات مستقلة المعنى وهذا ما يعرف بوحدة البيت وهي مظهر تقليدي ألفناه في الشعر العربي القديم اللغة والألفاظ ونعني بها فصاحة اللغة ومتانة الأسلوب فهؤلاء الشعراء أرادوا إعادة الحيوية للشعر العربي والبريق الذي فقده خلال عصر الضعف وآمنوا أن ذلك لن يكون إلا بالعودة إلى الشعر العربي في عصور ازدهاره الموسيقى الخارجية سبق وأن أشرنا إلى الموسيقى الداخلية أنها ذلك التناغم وذلك التآلف في الألفاظ والحروف نأتي الآن إلى الموسيقى الخارجية فالموسيقى الخارجية في الشعر نعني بها الوزنة والقافية فأحمد شوقي نظم قصيدته على وزن البسيطة كما اعتمد أيضا على وحدة القافية ووحدة حرف الروي وهذا يعني أنه مقلد في الموسيقى الخارجية وظهر التجديد عندهم في صدق التجربة الشعورية فأحمد شوقي عايش موضوعه بإحساس ونقله إلينا بصدق فحينما نقرأ هذه القصيدة نشعر وكأننا نعايش مصيبته ونعايش ما يشعر به الموضوعات التي تتعلق بالسياسة والوطن فوطنيات أحمد شوقي منها ما يرقى إلى مستوى الأمثال فدعنا نتذكره في بيته الذي يقول فيه وطني لو شغلت بالخلد عنه نازعتني إليه في الخلد نفسي ودعنا نتذكره أيضا وهو يقول في مقطوعة أخرى عصفورتان في الحجاز ضلت على فنن في خاملا من الرياض لا ند ولا حسن مر على أيكهما ريح صر من اليمن حي وقال درتان في وعاء ممتهن فقالت له إحداهن والطير منهن الفطن هب جنة الخلد اليمن لا شيء يعدل الوطن إذن أعزاء التلاميذ فحب الوطن لا يعدله شيء آخر إذن ما مذهب الشاعري انطلاقا من العودة إلى القصيدة نجد أحمد شوقي قلد ابن زيدون في نونيته المشهورة والتي مطلعها أضحى التنائي بديلا من تدانينا وناب عن طيب لقيانا تجافينا بنتم وبنا فما ابتلت جوانحنا شوقا إليكم ولا جفت مآقينا نكاد حينا وتناجيكم ضمائرنا يقضي علينا الأسى لولا تأسينا محاكيا إياه في الشوق والحنين بعض الألفاظ والمعاني وانظروا معي بنتم وبنا الموسيقى الخارجية والمتمثلة في بحر البسيط وزنا والنون رويا ولكنه جدد في الموضوعات فهو إذن من المدرسة الكلاسيكية الاتباعية الجديدة فهو مقلد ومجدد في آن واحد القصيدة نموذج لشعر المنفى أذكر أسباب ظهوره في الشعر الحديثي وبين خصائصه يتلخص سبب ظهوره في العامل السياسي المتمثل في الاستعمار الغربي فالبارودي على سبيل المثال نفاه الإنجليز إلى جزيرة سارنديب وأحمد شوقي نفاه الإنجليز أيضا إلى إسبانيا والأمير عبد القادر الجزائري نفاه الاستعمار الفرنسي إلى تركيا ومنها إلى الشام وخصائص شعر المنفى هي الحنين إلى الوطن الألم والحزن والإحساس بالغربة ذكر وتذكر الأماكن والذكريات ومآثر الوطن فأحمد شوقي على سبيل المثال يذكر النيلة والبارودي يذكر روضة النقنيلي والمقياسي إلى هنا ينتهي درسي معكم أعزائي التلاميذ فكونوا معنا في الحصة القادمة لنكمل نون الوقاية والمضاف إلى ياء المتكلم اشتركوا في القناة